ولحديث أكثر مشاهدين عن أوجه استفادة مصر من انضمامها لتجمع بريكس ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد البهواشي الباحث الاقتصادي بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس دكتور محمد أرحب بك على شاشة القناة الأولى المصرية يعني مصر تمتلك من المقاومات ما يجعلها تمثل إضافة إلى تجمع بريكس مصر عندها المناطق الحرة كما ذكر دكتور مصطفى مدبولي بالأمس مركز لتوريد وتجارة وتخزين الحبوب مركز للطاقة المتجددة كيف ترى ذلك؟ في البداية برحب حزك أستاذ المشاهدين طبعا بالفعل مصر تمتلك مقاومات تؤهلها للانضمام لهذا التجمع مصر في هذا التجمع بما لديها من مقاومات مناطق إصطناعية مصر تمتلكه من الممر الملاحي الأهم عالميا تمتلك سويس وما تحدثته مصر من مناطق لوجستية تدعم هذا الممر بالكامل ويمكن تم إنشاء فيه مناطق إصطناعية في الدول الأعضاء بريكس عندنا المنطقة الإصطناعية الروسية في المنطقة بورسعيد عندنا المنطقة الصينية في منطقة السكنة المناطق الإصطناعية التي تم تأهلها واستحداثها على مستوى الجمهورية وأعطت كل منطقة مزايا نسبية تختلف عن المنطقة الأخرى كل هذا يؤهل مصر أن تكون عنصر فاعل في هذا التجمع يمكن التجمع هذا بنعاول عليه أنه هو بيعطي مدرة لإقتصاديات النشأة أنه هو في تكريد التبادل التجاري بالعملات الوطنية ده فكرة في حد ذاتها بيخاطف الضغط على الميزان التجاري وعلى العملة الصعبة اللي احنا يمكن فيه مشكلة ما يستمر بيها الدول النشأة على مستوى العالم نتيجة السياسات النقدية لاتخذتها البلوك البنك الفدرالي الأمريكي لإعلاج معدل التضخم العالمي ويمكن شوفنا أثار تلبية شوفنا ارتفاع معدل التضخم وشوفنا قوة الدولار وضع في أسعار العملات النشأة هذا المنضوع تحديدا دكتور محمد كان مثار حديث الشارع اتحدث هنا تحديدا عما ذكرته فيما له صلة بالتعامل بالعملات المحلية للدول في سبيل التوصل أو الوصول إلى العملة الموحدة عملة بريكس الموحدة بالفعل نحن نرى التعاملات مصر مع الخمس دول الأسيين اللي هو بريكس الأسيات الخمس دول تقريبا استحجم التبادل السجاري تقريبا يقارب ال 31 مليار دولار سنويا فلنهارده لما يبقى هذا التعامل ممكن بيبقى في حالة مرشح للازدياد وبعملات مختلفة باعتماد على العملة الوطنية المصرية مع عملات الدول المتناظرة زي روسيا الصين الهند البراثيل جنوب أفريقيا فالنهارده أنا مبدئيا كده بدون 6 أعضاء الجدد أنا قفيت الضغف عن الميزان بالعملة الصعبة 31 مليار مبدئيا ده نقطة أول استطر نحن كده في طريقنا لترشيد الاستراد أو توجيه الاستراد للدول الأعضاء بشكل أكثر للاستفادة من هذه الميزة اللي بتعطي قدرة للعملات الوطنية وبتعطي فرصة للخروج من الأزم الدولارية وبتعطي قدرة للتسليق دوء على فرص الاستثمارية الموجودة بالفعل بالداخل المصري مصري اشتغلت عن نفسها بخلال 9 سنين النهارده بنقول عندنا فرص استثمارية في ظل حتى كان راجوة للأستاذ العالمي ما زلنا بنصلف الضوء على ما نمتلكه من بنية تحتية تم اتحداثها من فرص استثمارية تم مصر كانت في ثورة إصلاحية بنشوف النهارده استمارها في شكل مشروعات طاقة مصر النهارده أصبحت بالتعل مركز السليمي اللي تبادل للطاقة ويمكن هي النقطة الوحيدة في المناطقة بالكامل وإن ارتكال اغلب الاستثمارات الأجنبية اللي التنتهج الاصطاد الأخضر وبتتعى الي عنصر الهدروجين الأخضر القبلة الوحيدة الموجودة في المنطقة اللي تمتلك البنية الأساسية واتمتلك القدرات اللي تصنيع الهدروجين الأخضر هي مصر. فالنهاردة الفرص متاحة للاستثمارات وجاذب الاستثمارات. وإنكي نحن الدولة عندنا وكالساسية بتواجه لجاذب الاستثمارات. إنك ليس لدرج دروس أموال فقط. لكن بهدف جذب تكنولوجيا وتوطينها في الداخل المصري. وده اللي احنا بنشاهده النهاردة. نعم. في إجابات على الأرض الواقع. نعم. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد البهواش الباحث الاقتصادي بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس. شكرك شكرا جزيلا.